موسيقى بوه معكم بقعة لطيف من موليد السابع مايه 1994 وعمر 28 سنة بمدينة العلمة ويلايك تطيف حاصل على العديد من الألقاب العالمية والدولية أول لقاب ليه اللي كان في 2012 في 2012 ، حاصلت على ميدالية ذهابية في المسخد 800 في الألعاب الشبهة و希يميا في لندن بعده في 2013 حاصلت على ميداليتين من البلح العلم بليون برونسي اللي تحاصلت على ميداليتين ذهابيةogenousシ respecto 1800 والزهابية ياختصاصي مسافات المسخدوّ لحظة طاويلة في 2015 حاصلت على ميداليتين ذهابية في الألعاب العالمية بكوريا الجنوبية ورقم قياسي عالمي في مسافة 800 متر وميداليتين في الضياتين في الألعاب العالمية بالدوحة القطارية و2016 حصلت عن الميدالية الضيابية في الألعاب الأولمبية في ريو البرازي الأخيرة ورقم قياسي عالمي في مسافة 1500 متر في رياضة الألعاب القيوة قلت أنه هو من صغري لأنه أخي الأكبر كان رياضي مسافتنا قصيرة 100 أو 200 متر كان يعني هو اللي كان يشجعني باش ندخل لرياضة الألعاب القيوة وكما كان الحال دخلت عنه وخوين نفس اليوم بدينا الألعاب القيوة كان عمري أنا ذاك 11 سنة وأقل بديت كرياضة الألعاب القيوة كهيوية عادية ما كنتش نواضب على التدريبات عادية كنت غير نقرأة نقرأة ما كنتش ما نديرها في رأسي في 2008 اللي يتفرش الألعاب الأولمبية كان عمري 14 سنة ثم اللي حبيتنا باش نشارك في الألعاب أولمبية بديت نبدل مجهود باش نحقق الوقت الأدنى المشاركة في الألعاب أولمبية في لندن والحمد لله كما كان الحال في عمري 18 سنة شاركت ومنلت ميدالية ذهبية اللقب اللي عنده ما كان في قلبي يعني هو اللقب اللي بالبرازيل اللي تحصلت ميدالية ذهبية ورقم قياسي علامي اللي عنده بنا خاصة وبعد ما كان الشعب جزيري كامل يسنوا في المسؤون الجزيرين كامل يسنوا في الميدالية ذهبية ويرفع النشيد الوطني في ريو البرازيلية يعني بعد ما نال توفيق مخلوفي في الضياتين اللي نشكره يعني هو اللي شجعنا باش نه وهو اللي درنا القلب يعني باش ننذيروا نتيجة طيبة القدوة لقدوة الرياضة الجزائرية نوردين مورسلي حاسي بابو المرقة نوريا بنيدا مراح عيسى قرني جابير توفيق مخلوفي زاميري توفيق مخلوفي وثاني القدوة العالمية ثانية هشام القروش اللي عنده الرقم قياسي العالمي في 1500 متر كما القدوة ثانية لقدوة الرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ثاني محمد علاق الله يرحمه يعني انه ما عندوش عنده هو واحدة الخمس شوارة والاست شوارة من اللي مات اللي انترحموا عليه في هذه المناسبة يعني بعد ما ما خلصتها ما انتهيت من مسابقة النهائي الالف وخمسمية في ريو تحاصلت عميدة اللي ذايبية ورقم قياسي عالمي وجلست الملمودرة بتاعي اللي اللي طمحت أنا وراني متفائل خير إن شاء الله في المستقبل باش ننشارك في الألعاب الأولمبية والألعاب البراليمبية لأنه سني منزل صغير عمر 22 سنة أنا يعني تقدر تقول لده هو المشوار تاعي الرياضي وين بدأ أنا أمن بحاجة في 2014 كنت حابة غير نشارك في في لندن في 2012 في 2008 في بي كام اللي كنت مع أول غير باش نشارك نشارك برك في الألعاب الأولمبية في لندن الحمد لله شاركت ومنلت ميدالية ذايبية أنا كما قلت لقد أدوين عمره 22 سنة لليلقيت تحضير رياضي مستوى عالي راح ننشارك في الألعاب الأولمبية ولما لا مرتبة مشرفة والألعاب البراليمبية هو إنسان مثابر ومزال يحكيلي ومزال متعطش العديد من الألعاب وإن شاء الله أنا لما لا أعرفوا مليح إنسان مثابر ويزيد حقنا العديد من الألعاب في المستقبل القارب إن شاء الله في بطالة العالمية والؤولمبية إن شاء الله طموحي في المستقبل يعني باش أنا نحقق النتيجة يعني أنا لي أنا مزاني مدر تولا اليانو طموحي دائما يعني بعد ما نكسب الطموح اللي كنت متمناه من نكسبوه نطمع فيه طموح أخرى أنا الطموح تاعي باش أنا عندي أنا يعني أمنت بها حاجة من صغري أمنت بها باللي ما كانش حاجة سعيبة في الدنيا هذي صح باش باش توصل الأصعب لازم تسمح في حويج لازم تدرب لازم تبذل مجهود لازم كم يقولوا احنا تساكري فيه يعني أنا عندي طموح إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله باش نحقق نتيجة إيجابية ويعني نفرح بروحي بدخول التاريخي يعني بمشاركتين في الألعاب أولمبيو و بارالنبيو احنا شوف خويا يعني رياضة دول احتياجة الخاصة هي المجهود اللي يبدلوا رياضي أولمبيو و رياضي بارالنبيو نفس المجهود وبالعكس نقدر نقول لك باللي أنا الحمدلله يعني نضاعي في الرؤية بصح كينين اللي ما عندوش رجلو كين ما عندوش ذراعه و لي يبدل مجهود يعني ملقاش وسائل تطور كيما رياضي عادي أنا أهدافي مستقبلية و عمرت لين و شاني سنة كيما قلت لك المشوار رياضي تقدر باللي تقول هذا وين من نبدأ أهداف يعني أول حاجة عندي هدف قريب لي قاتله عشر أشهر أو أقل اللي هي بطولة العزم يعني عندي طعمه أكثر باش نحافظ على اللقب التاعي اللقب العالمي و رقم قياسي عالمي و راح يعني من بعد ريون عولت في يعني وعقات العزم باش نبدأ نواضب أكثر و نبدأ المجهودات أكثر باش نشارف الألعاب أوليبية و البراليبية ان شاء الله أهداف أكثر